اشتركوا في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله العب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الظنوب إلا الله ولن يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أدر العاملين قد خلت من قبلكم سنن تصيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين إن لم سسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تأخذ الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصامرين ولقد كنتم تمنعون الموت من قرم أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول فقد خلت من قبله الرسل أفإما دعوا قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكري وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتني منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتني منها وسنجزي الشاكري وتعلي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وأنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استتانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اعفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سألغي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يهزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مسوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم لا تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليهتنيكم ولقد عفى عنكم والله ذو قدل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخواكم فأسابكم غم بغم لكي لا تأزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خمير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أعنفسهم يهنون بالله غير الحق ظن الجاهنية يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحرص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عقى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا عزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون اشتركوا في القناة